السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من مخلوقات في هذه الحلقة سوف نعرض لكم مجموعة من أغرب الحيوانات في العالم ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولدت هذه الزرافة بشكل طبيعي حتى بلغت سنة ثالثة من عمرها لتصاب بتغيرات في فقرات رقبتها جعلتها منحنية بتسعين درجة ولم يجد العلماء تفسيرا لهذه الحالة واستمرت الزرافة في النمو وهي تعاني من هذه المشكلة حتى تدهورت صحتها وخضعت للموت الرحيم في سن الثاني والعشرين ولدت هذه العنزة المسكينة بمقاطعة يونينا الصينية وهي لا تمتلك قدمين خلفيتين ليتوقع أهالي المنطقة بأنها لن تعيش طويلا إلا أنها فاجأت الجميع بإرادتها القوية وبقيت على قيد الحياة فبدأت بتعلم المشي بالاعتماد على أقدامها الأمامية فقط ليمر أسبوع واحد وتصبح قادر على المشي على أقدامها الأمامية بشكل طبيعي البقرة ذات القرون الطويلة تعد البقرة بنشو غريبة وفريدة من نوعها حيث تمتلك قرونا طويلة للغاية يبلغ طولها ثلاثة أمتار ونصف تقريبا لتحطم بذلك الرقم القياسي كأطول قرون في العالم والأغرب من ذلك أن قرونها تنمو على الجانبين بدلا من التقوس نحو الأعلى القط الأسد يعيش القط فيف منكون في مدينة قوانتشو الصينية ويبلغ عمره حوالي 6 سنوات يختلف القط فيف عن القطة الأخرى بشكل كبير وذلك لملامحه الغريبة وشكله المختلف إذ لديه ملامح تشبه الأسد إلى حد كبير ويتميز القط بقدرته المذهلة على تحمل البرودة الشديدة كما أن لديه فرغ جميل ممزوك بألوان مختلفة كاللون الأسود والرمادي والأبيض ولدت هذه العنزة الصغيرة في قرية نيموديا الهندية وهي تعاني من تغيرات في الوجه جعلتها تبدو بملامح بشرية وتأتي العنزة بوجه مسطح وعينين غريبتين للغاية تشبه عيون البشر وأيضا بفم يشبه ألفم البشري كما أن لديها آذان طويل للغاية وإلى هنا متابعين الكرام تنتهي حلقة اليوم فلا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد